خطوة في طريق الابتكار بعثت روح الأمل في تحذية الحفاظ على مورد المياه الحيوي من خلال بدء المرحلة التشغيلية لمشروع محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية تكون فيه جودة المياه المحلاة باستخدام التقنيات الجديدة لا تقل عن مثيلتها المحلات بالطرق التقليدية هذه التقنيات أغلبها تقنيات حديثة لم تستخدم الأول مرة فتنافسهم هنا عندنا في دولة الإمارات سيساعدهم في نشر هذه التقنيات إذا كانت مجدية من الناحية الاقتصادية محطة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة هنا يتوقع أن تنتج 1500 متر مكعب يوميا من المياه المحلات التي تصب جميعها في شبكة مياه أبوظبي في صورة توحي بأن ضمان أمن المياه أصبح من الأولويات الاستراتيجية المهمة اليوم نحن دخلنا المرحلة التشغيلية وعلى مدى 12 شهر القادمين إن شاء الله سنقوم بإنتاج المياه وأيضا بإجراء تعديلات التكنولوجيا هذه بعد انتداء المؤدة هذه سنختار التكنولوجيا التي تثبت وجودها وبالتعاون مع السلطات المحلية سنقوم بتطبيقها على المستوى أكبر في أمارة أبوظبي وإن شاء الله أيضا خارج أبوظبي عنصر الأبحاث لا يغيب في مثل هذه المشاريع حيث تكثف الاستثمارات في الابتكار والتقنيات الحديثة في استخدام الطاقة المتجددة حتى في قطاع المياه إن شاء الله اللي رح يصير من بعد التجارب هذه إنها رح تروح للمرحلة الثانية وهي إنها كيف تعاد نفس التجارب على نطاق أوسع وبالتالي تكون جاهزة للمجال العملي والكوميرشيلايزيشن استخدام أحدث الابتكارات التقنية في مجال تحلية مياه البحر بات ينظر إليه كحل يساهم بشكل فاعل في تلبية الاحتياجات المائية ولو على المدى البعيد توليد الطاقة هو من أبرز الأولويات اليوم وتحويل أي ابتكار في هذا المجال سيكرس حتما عمق الرؤية المستقبلية لأهمية العمل ضمن هذا القطاع الحيوي في كل اقتصادات العالم من أبوظبي لليوم على الحرة مصطفى السكحال مصطفى السكحال